بس تمام بيسجل كده يلا. طب يلا عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ازايكم جميعا طبعا. احنا النهاردة برضو احنا لسه في مرحلة الحاجات اللي هي الفرشة لما هو ادفانست. دي تالت محاضرة تعتبر بردو بس المرة دي وهو ابن عمنا يعني هتكتشفوا ان اللي احنا قلناه تقريبا كله قبل كده برضو هو نفسه بيفرش اللي هنتكلم عليه في قصة الامينولوجي ان شاء الله. طيب خلينا نقول الاول يعني ايه علم الامينولوجي اللي هو سيمبلي بتاعت الامين سيستم. طيب ما هو بقى الامين سيستم. عبارة عن شوية موليكيولز على شوية سيلز. في النهاية هتوصلني ايه اما لحاجة او ايميونيهم بأي من موشيateurs إذن الإميون سيستم بتاعنا ده بطريقتين كبار الـ specific وـ non-specific يعني الـ non-specific اللي هي طبعاً الـ innate part هنتكلم عنه بـ details أكتر شوية وطبعاً it's very crucial لـ human survival ما حدش يقدر يعيش فترات طويلة بـ immune compromisation بالذات ده أو immune compromisation ده severe immune compromisation الـ immune system أو الـ immune response أنا جسمي بدافع إزاي بطريقتين طريقة innate نائية non-specific وفيه الـ adaptive أو الـ specific ودي في منها نوعين حاجة اسمها primary and secondary نتكلم عن كل واحد بالتفصيل حالاً وأنا بجيب الـ immunity بتاعتي دي الانين بجيبها بطريقة من اتنين how I acquire this immunity either naturally يعني من الطبيعة خلينا نقول أو artificially الإنسان هو اللي عامل الـ way اللي activate بيها immune response تاني حاجة برضو تاني definition أو تاني معلومة لازم نعرفها إن الـ acquired immunity اللي هي بتبقى naturally بتبقى اما active اما passive يعني active active يعني أنا جسمي أنا هو اللي قام بالمهمة هو اللي يكون الـ immune response هو العمل رد فعلاً أنتج ندخل الـ body naturally whatever is the subject الـ response بتاع الـ innate والـ adaptive immune system هو هيقوم بالمهمة دي ميزة الـ active إنه هو بيدي long term protection على الـ other side الـ passive الـ passive فيه natural acquired إحنا أحسننا عشان ما ننتوش من بعض إن فيه natural acquired وفيه artificial إحنا ندخل في الـ naturally لو لم يتدخل فيه عنصر بشري أنا ماشي في الشارع جالي ميكروب جسمي عمل immune response ده هيقوم معي مدة طويلة ده active إما الـ passive إزاي أشهر مثال الـ antibodies اللي بتباس من الماثر يأما إنتراترين للفيتس من خلال البلاسانتا يأما بعد ما يتولد البيبي من خلال breastfeeding دي كلها antibodies بتخش جسم البيبي أو الفيتس من الأم فهي جايله passively هو ما عملش أي رد فاعل هو جسمه ما عملش أي حاجة أنا دخلت له جيش وأسلحة جاهزين دي بتدي immediate ولكن بتاخد short term protection يعني دي ما بتقعدش مدة طويل نيجي عن ناحية artificial اللي إحنا عاملينها بنفسنا أشهر حاجة الـ antibodies through vaccination احنا عارفين طبعاً الـ vaccination فيه بقى الـ heat killed vaccination والـ attenuated بطرق مختلفة في النهاية أنا دخلت الأنتش المراضي مش naturally مش وأنا ماشي خبطت في واحد ولا أخدت حاجة دخلت لي ميكروب لا ده أنا أخدت الميكروب intentionally بالـ vaccination وبالتالي أجن كل الأكتف يا جماعة سواء في الـ artificial أو في الـ natural اللي قلنا عليها من شوية بـ long term protection طيب هل فيه زي ما قلنا نفيه هناك active و passive هل هنا فيه passive طبعاً فيه passive أشهر حاجة الـ antibodies اللي هي already for example عينين بتقع الـ واحد exposed لشكة بهباتايتس بي بيروح أول حاجة ممكن ياخد الـ antibodies اللي هي already بتبقى collected من immunized people يعني بيجيبوا الـ immunocroblems دي من واحد already عنده في جسمه وبتتحان في جسم فتدي passive immunity anti-bodies يعني من الآخر برضو نفس الفكرة زي ما الـ anti-bodies في البيبي والأم والحاجات الـ passive كانت shorter برضو هنا shorter يبقى الـ active acquired immunity سواء artificially أو naturally بتدي long term بينما الـ passive بتدي shorter طيب إيه الـ principle function of the immune system simply to protect البني آدم الـ humans from the pathogenic microorganisms اللي هي هتعمل infection or disease what's infection it's the ability of the pathogen نفسه إنه أولا يخش الـ host ويعمل multiplication and then يستيميلي الـ immune response طيب والـ disease إنه يبتدي بقى عندي clinical manifestation associated مع الـ infection الأمثلة كتير زي ما أنتم شايفين في عندوك الـ streptococcus وأنا جايب لقطات حقيقية طبعا من يعني دي مش مرسومة دي حاجات من الـ microscope كده photos لـ streptococcus infection وحاجات parasitic infestation زي الأسكار زي ما أنتم شايفينها وحاجات viral وطبعا المشهور العاملة زي الرنج دي لأي بلازموديم فالسيبار بتاعت المالاريا دي كلها يعني و invaders و enemies ممكن يعملوا invasion لأي human beings طيب بيجي يرد فعل الإنسان أو الـ human beings ازاي أول الحاجة هو innate mechanisms اللي احنا بسميها innate immunity وده انا specific على فكرة وهنفهم يعني specific حالا دلوقتي الـ adaptive mechanisms هنا بقى دي adaptive immunity وبتبقى second line of defense بس دي فيها مستين مش ميزة واحدة أولا specific يعني أنا بصنع سلاح هيدرب ده هيدرب التوكسو هيدرب سيم في هيدرب whatever فأنا بصنع حاجة specific مش بس كده أنا دخل العيان جاله active infection دلوقتي بcmv روح تعامل الـ igm بتاعتي مع ملاله مش بس كده بعمل memory عشان لما يخش لي تاني amount immune response أسرع بكتير وبرضه هالتكلام معنا حالا دلوقتي وطبعا في cooperation بين الـ and and adaptive immunity response derived من common progenitor في البوم ما حاجة اسمها pluripotent hematopoetic stem cells في عندنا زي ما تشاهدين في الرسمة الـ hyrthroid lineage بتاعة myeloid lineage أولا زي ما قلنا neutrophils ودي principal phagocytic cell دي acula خلاص والـ neutrophils هل هي specific ولا مش specific لا مش specific دي innate immune response دي innate immunity يبقى neutrophils principal phagocytic cells و مسؤولة عن innate immunity الزينوفils principal defender against parasites عشان كده دائما بيلاقي في الزينوفيل في CBC للعينين عندهم parasitic infestations وكده والبيزوفيل ودي برضو بتشتغل بطريقة مشابهة جدا للإزينفيل والمستلز بنسميهم polymorph nickel elluccytes علشان النوكليال فيها بتبقى multilopulated من 2 لـ 5 لبيول و granulocytic لأن مليانة سيتو بلاسما جرانيل زي ما قلنا في المحاضرة القبل كده لو تفتكروا في تاني المونوسايت والماكروفيج هما الاثنين almost the same بس المونوسايت دي بتصيركليت في البلود وغير ننظر عن شكلها والشكل النوكليس بتاعتها تصيركليت حوالي 8 hours وهي البركورسر لما بتريسايت في التشوز تبقى اسمها ماكروفيج يبقى إذن الماكروفيج من البلود مونوسايت والماكروفيج بتبارتسيبيت في الاثنين في الانيت والادابتف وهنعرف حالا دي الوقتي ليه لأن الاسبيسيفك او الادابتف اميونيتي بالزاد في السيرلر بتحتاج حاجة اسمها انتجين بريزنتينج سالس والماكروفيج واحدة منها عشان كده هي باي نيتشر بتشتغل في الانيت وبرضو بيحتاجها الاسبيسيفك سيستم او الادابتف سيستم علشان ي ي ي برفورم الانيتجين وهنقولها دلوات يبقى الانيتجين واحدة من الانيتجين سيستم يبقى احنا قلنا اتنين الانيتجين لحد الانيتجين الانيتجين والدنترات سيستم بعد كده بيجي المسل تبقى موجودة في الميوكس ممبران والتشو throughout the body و بمجر افكت في الالرجي يبقى المجر المسل في الالرجي وبتعمل الموديوليش الانيتجين نيجي بعد كده لليمفويد عندنا الارج ليمفوسايت زي الانكي سي ودي بتبقى كاركترائز بيسي 16 و 65 ك إكس وعندنا ان هي بتشتغل الانيت اميوني تي و و و و و الانيتجين يعني بتشتغل على الانيتجين اللي موجودة جوه السلز اللي بتعمل انبيجين جوه السلز زي الفيروس مثلا وليها بارتسيباشن برضو يا جماعة في الانتي بادي ديبندنت سلم ديت سيتوتوكسيستي في بعد كده السمول سيل زي ال بي سيل اللي هي مسؤولة بقى عن ال همور الفارت of the immune system ودي طبعا كاركتريز ب cd19 وعندنا t cells cd3 طبعا للكل وcd4 للهلبر وcd8 لل cytotoxic cells ودي مسؤولة عن adaptive imunity السمول lymphocytes بي والتي ما نهمش اي علاقة ما يعتبروش خالص ان دول specific كل واحد منهم لما بيجي يشتغل وهنشوف بيشتغل ازاي بيشتغل عشان حاجة متسمية مش عمال على بطال لأي حاجة في الدنيا طيب احنا عمالي نقول cd5 وcd9 وcd19 وcd3 من حوالي تقريبا كده 40 سنة يعني عملوا بتاع el clusture of differentiation protocol for identification and investigation of cell surface molecules لو دخلنا قوضة فيها 20 شخص 20 شخص دول فيهم شوية ستات وشوية رجالة انا وقف ودكتور ابراهيم وقف انا قلت دول 8 رجالة و12 ستة ابراهيم قال لا دول 10 رجالة و10 ستات لان احنا حكمنا عليهم بالنظر طب ليه حصل الاختلاف ده والله كان فيه واحدة ستة عامل انا شفتها راجل وابراهيم شافها ستة زي ما هي فاختلفنا واحد راجل عامل بانيتيل انا شايف ستة ابراهيم شايف راجل زي ما هو فنفرق بينهم ازاي وابقى الرد قاطع لازم شوف الـ ايدي بتاعك لو لمينا الـ ايدي من 21 هم مكتوب هنا ميل هنا في ميل فده بقى اكيروت لما انا باجي ابص على مارو لحالة لوكيميا ولاقي عندي بلاستات ممكن انا اقول عليها ميلويد غير اقول عليها المفاتك غير اقول عليها كذا ما بنحكم وما بنعليك لما نعمل ايه اللي في نه تايبنج لان هقول الخلايا دي بصي احنا اختلفنا فلو سمحت كل الخلايا تطلع البطائق بتاعت ال اي دي بتاعها دي ال اي دي بتاعت الخلايا وهي وهندي شوية امثلة ببقنا يعني بنتكلم على اليميون سيستم فهنتكلم على لأن طبعا مش بس اليميون سيلز هي اللي عليها كل حاجة لما هنجيب سيلتها هنلاقي مثلا البان البان ماركرز بتاعت كل ده موجود في الكل لو معاها سيدي اربعتاشر طبعا كلنا عارفين يبقى خلاص احنا بتكلم في ده كاركترستيك لأن الخلايا اللي انا شايف قدام عناية دي وسبقتها وطلعت خمسة واربعين واربعتاشر يبقى انا بتكلم في طبعا كلها عندها تلاتة حتى على التلاتة كمان اربعة بيت عليها بقت سايت تاكسيك البيليمفوسايتس طبعا كنا عارفين سيدي تاعتاشر بعد شوية طبعا لما هنخش بقى في اللوكيميا والميكسيت في نوتيبك والكلام ده هنفهم بقى ثقل الحاجات دي والسيدي تاعتاشر ده اهميته ايه وانا بقى عمل سكورينج ويه سيدي تلاتة وكل الكلام ده هنفهم هنفهم هذا الكلام كله ان شاء الله في المحاضرات الجاية الناتشر كير السيلس طبعا من اشهر الستاشر والستة وخمسين فبالتالي وما فيهاش طبعا سيدي ثري بتبقى نيجيتف انما بتبقى بوسطف طبعا الستاشر وستاخر وصيد زي ما قلنا من شوية والبال ماركر طبعا بتاع السيلس كلها في الحالة السابعة بس رفرشمنت للسيلس هنركزين على مش على كل السي بي سي بنلاقي تقريبا من 40 ل 70 في المية نورمال يليهم في الاغلبية من 15 او من 20 لحد 40 في المية تقريبا اليمفوسايتز وبقية الخلايا ما بين انها ممكن تقشوى وجودة اصلا الباند نيوتريفلز اللي هي الاماتور نيوتريفلز اللي هي اللي هي لسه يعني صغنونة immature لسه لم تنضغ الازينوفيلز من 0 ل 6 البيزوفيلز ممكن تبقى 0 او تبقى 1 طبعا هنعرف بعد كده برضو الازينوفيلز عن حد معين لقيمة ديزيز معين البيزوفيلية طبعا لها انطبعات كتيرة بديزيز areas كتيرة جدا المونوسايتز طبعا حد سوى حرج انما الليمفوسايتز بقى والليمفويد تيشوز الليمفوسايتز بتوريجينيت زي ما قلنا بالبوم مارو ولكن الماتيوريتي وقصة بتبقى حتة تانية هنشوف دلوقتي الليمفويد تيشوز والأورجن في حاجة اسمها البرايماري في حاجة اسمها الساكنري البرايماري الديفولومنت والماتيوريشن في الليمفوسايتز بتتعامل فين وبتنضغ فين البي سيلز في البوم مارو وعشان كده زي ما قلنا بي ستانس فورد او الليتر في البوم مارو والثايمس فورد تي سيلز خلاص يبقى هي كده عصال لها ديفولومنت وماتيور سواء في البوم مارو في البي او ثايمس طب اما الايه الساكندري بعد كده الماتيور ليمفوسايتز بتقابل البافيجن في الساكندري أورجنز اللي هي أشهرهم طبعا الاسبلين والتونسل والأدينويد والأبنديكس والفنوز والباير باتش والمالت والباقي كل حاجات كتير جدا دي الأماكن بقى اللي بقى عندي بتصنعت في البوم مارو وحصل البرويفوريشن والماتيوريشن وراحت بقى في الساكندري ليمفاتيك أورجنز عشان يحصل لها الميتنج مع البافيجن ما هو اللينف وببارة عن الفلود وسيلز موجودة في الليمفاتيك فسيلز الليمفاتيك فسيلز دي بتكولكت وبترتون الانترستيش في لوت مش بس كده وبتترانسبورد كل اليميون سيلز اللي احنا عملين نجيب سيرتها دي throughout the body بالإضافة للترانسبوريشن للليبد من الانتستن للبلد الليمف نوود عبارة عن كيدني تشيبت أورجنز موجود دايما مشبهها بي اسم الشرطة زي ما بيقول القاهرة كلها بتلاقي كل منطقة فيها اسم أول شرطة مش عارف ما دي لتنصر لأن كل آريا تابع الاسم معين نفس الفكرة كل حتة في جسمنا تابع الاسم معين اللي هو شوية الليمف نوود بتاعته اللي هو لما بيبقى فيه مشكلة في الاريا دي تلاقي ليمف نوود ابتدت يحصل لها نتيجة وجود هذه المعركة ما بين اللي قريدي اتاخد ودخل هناك وقبلته الاميون سيرز اللي هنتكلم عليها التي ابتدت اللي سيد اتس ريس بولز طيب شايفين ده كات سكشن في ليمف نوود هنشوفه بقى من بره لجوه هنلاقي فيه المارجنال ساينس بعد كده جيرمينال سنتر اللي هي الكور الصفرة بعد كده بقى السيل ارياز هنلاقي تي سيل اريا وهنلاقي الليمفايت فوليكل موجودة في الحتة فوق خالص على اليمين اللي هي مصفل بتبقى فيها البي وطبعا عندنا الافريت لمفاتيك فيسلز وبعد كده الميدال ويطلع ويطلع بعد كده الارتري والإفرنت طبعا يطلع بعد كده الليمفاتيك اللي هي الخارجة منها وفي الجنب خالص على اليمين عندنا طبعا الارتري وعندنا الفين ايه اللي بيحصل النايف الليمفوسايت بتسيركيليت 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 بتوين البلود واللمف والساكن الليمف نود عشان هي المسؤول يعني هي اللي هتبتدي بقى اللي حدا بتوصل بالساكن الليمف نود ويحصل اللي هنقول عليه دلوقتي حال الباتريجنز بقى من بتبقى حتة دي حصل فيها انفكشن الليمفاتيك فيسل اللي بتتأخدها لأقرب اسم شرطة زي ما نرسل كنت بقى قول بتأعرف اد كلوزست لمف نود اقرب اسم شرطة الت والبي بيبتدوا يتقابلوا هناك طبعني بس انا مش فاهم حد بيبعت حاجة فيه مشكلة في الصوت ولا انا حد مش اشتبعنا ممكن حد يدخل ماشي دخلوا اللي عايز يتخد مش عالك مين طيب المهم يبقى تمامي باش عن طريق الليمفاتيك راح لفين راح لكلوزست لمف نود اللي احنا بسميها درينيج لمف نود اللي احنا بسميها بالبلدي الحيل بتعمل الحيل وبعد كده بيكوغريت اد سبيسيفيك ريجينز في لمف نود الاتنين لان احنا هنشوف دلات ان فيه بينهم هارموني وبالتاني بيحصل اركتكتشل وصايز تشينج فين في الاكتف لمف نود خلاص نتيجة بتاعت اللينفوسيت تاني ارغان مهم جدا وهو الاسبلين موجود طبعا عارفين كلنا مكانه فين ده ليه دورين محترمين جدا دور اولاني بيريموف الدامج والالال اريتروسيت لانه مكان اللي بيتروح في الال الابسيس القديمة بالبلادي او البايزة الحاجة التانية اكتيفيشن طبعا لانحنا هنونا ده يبقى كما تتعامل Lymph nodes مسؤولة عن Lymphocytes وهي ماشية في حالها نايف و سازجة تبدأ تتعرف على الورجانيزم وتبدأ تبقى اكتف كLymphocytes طبعاً سبين واحد من secondary lymphatic organs تتقسم لشيء اسمها Red Pulp و White Pulp الحتة التي تتكسر فيها الـ RBC هي Red Blood Cells يقول هذا هو Red Pulp و الـ White Pulp هو المكان الذي قلنا له له وظيفته يجب أن تتكسر في الـ Red Pulp حسنًا من Lymphocytes في الـ White Pulp نأتي بعد ذلك لـ يعني من غير الجروح يأما يخش عن طريق جهاز التنفسي أو عن طريق الـ Ingestion طبعاً بالـ Second الـ Infoid Tissues اللي هو بقى الـ Bronchi الـ Associated to Infoid Tissue لو أنا بتكلم على الـ Respiratory Track والـ Gut associated to Infoid Tissues اللي أنا بتكلم على الـ Tonsils والـ Adenoids والـ Appendix وكلام الـ Pathogens دي الـ Pathogens دي داريكت لي بتتترانسفير أكروس الميكوزة بواسطة خلية سلز اسمها M-Cells خلاص الـ M-Cells دي هي المسؤولة على الترانسفير ده بـ Process اسمها Transcytosis من اسمها Transcytosis من خلال الخلية الـ M-Cells دي لما بتقل في بعض الـ Situation أشهر situation لها بتاعنا احنا ناس بتوع كيماوي العينيين اللي باخدوا كيموثيرابي فـ M-Cells دي بتقل وفي الـ Old Age طبعا زي سنلة تتشينجز زي احد بتقامل ايه كلام ده لما M-Cells دي تقل بنلاقي فيه فعل يعني مشكلة في الـ Immunity وده منطق لأن هي مسؤولة عندها الـ In-Nate Immunity هنتكلم بقى دواتي على الـ In-Nate Immunity بصوا بقى الـ In-Nate Immunity دي لها players لها ناس هما اللي بمسؤولين عنه الـ Phagocytes والـ N-K وـ Some Soluble Proteins يبقى دي نشيتل بالـ Phagocytes والـ N-K والـ Soluble Proteins الـ Phagocytes أشهرهم احنا قلناهم من شوية الماكروفيجيز ونيترفيلز إذا ما قلنا إن هي Principle Phagocytic Sells ايه اللي بيحصل بتركونايز كومن موليكيول يعني هي مش specific باكتيريا سيلول بتوزين الـ A بصوا على الرسمة اللطيفة جدا هذه البكتيريا هي اللي لونها أحمر بتيجي شايفين الـ Receptors اللي على الماكروفيج بتروح شابكة فيها بعد كده حصلها Engulfment بعد كده حصلها Degradation وهكذا الـ Phagocytes بتـ Capture وبتـ Engulf وبتـ Breakdown البكتيريا مفيش بقى الحتة بتاعت الـ Specificity يعني مش معمولة بطريقة معاناة هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم على الـ Adaptive Immunity الـ Inflammatory Response بـ Enhance بـ اللي هم بنقول عليهم احنا برضو خلينا في الرسمة هذه عندنا هو الـ healthy skin اللي هو مش من على الشمال نبص على الصورة من فضلكم أول صورة على الشمال هنلاقي الـ skin تمام هنلاقي الـ 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 المرحلة الثانية بـ بكتيريا بتـ تخش بتـ احنا قلنا هذه السيلزة قاعدة هي مش اكتب هتبتدي تبقى اكتيفيتد الافكتور سيلز وتبتدي تسكريت سايتوكايتس المرحلة الثانية هتبتدي يحصل فردر فازو داريتش ليه بيحصل فازو داريتش بصوا بقى على الرسمة اللي هي الثالثة هتلاقوا ان السيلز بتدت تفتح وابتدت تدخل انفلاماتري سيلز بتسيب البلادستريم وتخش جوه التشوز يبقى الـ الفاكت التشو بقى في الرسمة الرابعة يبقى انفلامت وشايفين ابتدت الدنيا هتبقى عالية ازاي فبالتالي بيجي الساينز بقى اللي احنا بنشوفها بتاعت اي انفلاميشن والـ 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 خلاص ودول زي ما قلنا الـ والـ وفي غيرهم كمان وزي ما قلنا نتيجة الـ بيحصل هزاك طيب نيجي بقى للمعالم الكبير اللي هو الـ اللي هو رايح بهدف معين بتكريات ميليونز وديفرن بقى عندنا بقى ميليونز وديفرن بي وتي سيلز ورسبيسيفك انتي بادي ميدييتد لو انا بكلم على البي يبقى انتي بادي ميدييتد بواسطة الـ انتي بادي ميدييتد او سيل ميدييتد اللي انا بتكلم على الـ تمام كده همملكوا حتى الـ بي كلها بالأحمر والـ بالأقدر عشان ما نتوحش من بعض خلاص اسمها انتي بادي ميدييتد نبتدي الاول بالانتي بادي ميدييتد دي البلايرز بتوحهمين البيليفوسايتز طبعا والبلازما سيلز والتورز اللي بتصريهم الانتي بادي وده الاسمه الـ النيم جامنين 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 من الـ الانتي بادي ميدي كده اسمه تشتغل وحدها الـ الـ لازم حد يقدم لها الـ الانتيجن مع او عن طريق الـ 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 خلاص عشان تعمل السيلر اميوريتي بصوا بقى الحتة دي بيس بتاع علاجات دلوقتي لو حد يسمع مثلا على الكار تي او فيه طبيق مشهور جدا ايه اللي بيخلي الكانسر ميلومة مثلا على سبيل المثال بتإفايد الـ ازاي بتستخب الـ بتعملها كذا طريقة على فكرة من ضمنهم ايه يعني فيه طبعا كذا طريقة لان المفروض ان الـ 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 دي مش سيلز من بره دي سيلز من جوانا فدي اول حاجة بتخلي الـ ما يتعرفش عليها انما فيه طريقة تانية هي بتعملها بكذا طريقة وده مش موضوعنا بنتكلم عليها بالتفصيل ساعة الميلومة انما اللي موضوعنا ان من ضمن الطرق اللي الميلومة سيلز ومش بس الميلومة سيلز ما ليجنا اسكيب فنومنا كتير بتحصل ان الـ تختفي بالـ ان هي بتعمل حاجة اسمها الـ وبالتالي التي سيلز مش هتقدر تتعرف عليها لان التي سيلز بتبقى بتسميها MHC ريستريكتد لازم يتقدم لها الـ تاخد الـ وهنشوف رسمها دلوقتي عشان ايه كده كده هتيجي عشان مش عايزة ضيع وقتين دكتور جميل معلش؟ دكتور جميل حلوك سماني؟ عايزة ابراهيم هنقفل اللينك دوت وهنفتح اللينك جدير معلش عشان الوقت طب يالب صحة تمام